لم تعد كلمة العراق في محركات البحث العربي والعالمي مقرونة بعناوين العنف كما كانت في السابق فالرجل المخابراتي والسياسي لم تمنعه الثغرات أو منعطفات السياسة والأمن من تحقيق ما يصب إليه العراق جملة وتفصيلة فالكاظمي وفي عهد حكومته لا ينكر أحد إنجاز بغداد لملفات كانت عالقة لسنوات طويلة منها ما هو مرتبط بعناوين اقتصادية أو علاقات دبلوماسية أو انفتاحا كان الباب العراقي فيه مواربا بعض الشيء لتعاون عربي وإقليمي وعالمي لكن رجل الحكومة كان ضابط الإقاع السياسي في اللغة العراقية مع العرب والعالم إذ حصدت بغداد إنجاز احتضان الدول المتنافرة على طاولتها لكن الأكثر أهمية في حياة العراقي اليومية تلك المعادلة التي استطاع الكاظمي تفكيك ألغامها الأمنية وتحويلها إلى ذكريات ماضية وبرز هذا جليا وواضحا وضوح الشمس في إعلان وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال إنجاز يعكس نجاح سياسة الكاظمي في مكافحة الفساد وإعادة بناء جدار الصد العراقي المنيع لمواجهة الإرهاب بكل تفاصيله التي ما زال مستمرا في إتمام عملية القضاء التام على خلايا نائمة لأخطر تنظيمات الإرهاب في العالم والتي انتصر عليها العراق بشجاعة أبطاله في الميدان صورة مشرقة لعراق جديد أعدها الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره إنجازا أظهر سلامة الإجراءات المالية والمصرفية وفاعلية جهود إصلاحها ما يمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري بين العراق وأوروبا ومنها إلى العالم أجمع اشتركوا في القناة